في البداية حابين نعرف من حضرتك الكمية الجسم يعني الكمية المضبوطة أو الكمية المفروض الجسم بيحتاجها في درجة الحرارة العالية يعني في درجة الحرارة العادية وفي درجة الحرارة العالية اللي احنا يعني بنختبرها دلوقتي وعشين معاها دلوقتي ايه كمية الميا المضبوطة؟ بس قبل من نبدأ ونتكلم في الجزئية دا نقول الميا ده عنصر من العناصر الغذائية الستة اللي هو يجب الإنسان أنه يحصل عليها بكميات زي ما حضرتكم قلت طلوقتي أي كمية قدرت الكمية دي بحوالي من 2.5 إلى 3 لتر في اليوم بس بيغفل على الجميع ده عموما يا دكتور من 2.5 إلى 3 لتر في اليوم ولا مرتبطة بالبنيان الجسدي للجسم يعني حسب الوزن حسب الطول بقولك كمية الماء اللي أنت عاوزها طبعا هنكلم في الحتة دا الـ 2.5 إلى 3 لتر في اليوم ديت في الأجواء العادية لسه بقى في الأجواء الحرة دي حاجة تانية جزء بقى هو المجهود البدني بيعمل إيه زيادة النشاط بيعمل إيه هل بحتاج كمية أكبر ولا بحتاج كمية أقل فطبعا من ناحية التغذوية بنقول أن الإنسان بيحتاج إلى من 0.5 إلى 1.5 لتر مية نعم خلاص ممكن تكون المية ديت في سورة سوائل شاي قهوة مشروبات عصائر طيب طب التلاتة ونص التلاتة لتر البقيين هاخدهم منين قالك عن طريق الأكل ما الأكل اللي أنت بتاكله ده أصلا بيحتوى على إيه سوائل طيب في حاجة تاني قالك آه قالك كمية عشان جسمي يحصل على احتياجاته الغذائية والعناصر الغذائية بالشكل المناسب يستفيد بيه بيحصل عملية هدم ومنتصاص داخل جسم الإنسان هذي العمليات بيخرج منها كمية من المية يبقى أنا عندي فيه تلات مصادر للإيه للمية شرب سوائل أول حاجة تاني حاجة الأكل اللي أنا بتناوله في سوائل كل الأكل اللي بتناوله دكتور أشرف آه كل الأكل بتنتون بس نسب مختلفة بقى آه آه يا مثلا نجي نقولك إيه الأطعمة المسلوقة فيها نسبة عالية الأطعمة النايف نيف فيها نسبة عالية طب الأطعمة المشوية فيها فيها مية آه فيها مية كل الأطعمة الإنسانية تناولها فيها كمية من المية فقدرة الكمية دي بحوالي من 2.5 إلى 3 3 لتر يوميا التلاتة لتر دولة دكتور أشرف هم نفس التلاتة لتر اللي بيحتاجهم أصحاب الأمراض المزمنة ضغط سكر كلا هي نفس النسبة ما بتختلفش هو اللي وحنا اتكلمنا في الجزئية دي الكلا بتحتاج كمية مية أكتر المية مية أكتر عشان المية أصلا هنا بتعمل عملية أي يعني بالبلد كده بيجي يقولك إيه ده المية بتغسل الكلب بتغسل بتغسل الإيه الكلب بتاخد بعض السموم اللي هي موجودة داخل جسم الإنسان واتخرجها وهو فيه مية داخلة وفيه مية خارجة صحيح فيه مية داخلة ومية خارجة طب بتخرج عن طريق إيه؟ عن طريق العرق عن طريق اليورين عن طريق الفيسز البول والبراز عن طريق التنفس هل الناس تعرف أني جسم الإنسان فيه ميزان للمية؟ ميزان للمية ميزان للمية طب لابد إيه بيحسن لازم يكون كمية المأخوذ قد كمية الإيه؟ الخارج الخارج هل الناس تعرف أن جسم الإنسان البالغ بيحتوي على من 50% ل60% مية؟ طب الإنسان البالغ طب الطفل حضرتك كلمت دلوقتي بتقول الطفل الطفل بيحتوي جسمه على 65% من المية كل خلايا جسم الإنسان سواء بقى إيه؟ بالغ طفل بيحتوي على نسبة عالية جدا من المية كل الخلايا حتى العظم أقول لك آه حتى العظم حتى الشعر آه حتى الشعر سبحانه الخلق فطبعا المية عنصر هام جدا جدا في تغذية الإنسان كل ما يدخل عن طريق الفم يعتبر غزاء ترجمة نانسي قنقر